النهاردة ينسيك ماضي طوال الموسم هذا هو العنوان اوعى هدف مودست النهاردة ينسيك ماضي طوال الموسم مودست لا يصلح للنادي الاهلي قولا واحدا النهاردة وكان بديل ونزل وهدف لو انا بهدومي ببدلتي بكرفطتي هجيبه مش محتاج اي حاجة خالص 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 ده هو الكرة دربكة وبتاعه على بابتات خبطت في دورة جاءت ايه 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 جور خلط لكن لا هي بقى مهارة ولا هي حرفنة ولا هي شوطة من بره ولا هي ترئيسة ولا هي ايه ولا بيه ولا نيه خالص فارجو ان لا ينسيك هدف مودست النهاردة ماضي طوال الموسم كلام ده موجه لكولر لانه وكيل كولر هو اللي جاب مودست مرة تانية وكيل كولر هو اللي جاب مودست وهو بيزقه باي شكل احنا بتعكروا فاهمين بنقول ايه هو عايز يبلعوا للجنة الكورة في او لجنة تخطيط في النادي الاهلي عايز يبلعوا فبيزقوا باي شكل نهاردة ريح وسام ابو علي زي ما ريح عبري كده بيرس التو وعلي معلول في الماتش اللي فات النهاردة ريح وسام انا بقول ريح وسام عشان يدي فرصة المودست لانه وسام فريش ولسه جاي طاقته موجودة يعني ولم يشارك فيه مباراة كثيرة والحكاية والرواية لكن كولر دماغه جبار هو عامل حسابه انه هيدي فرصة المودست ربما الماكة نتجيب اماش لكن هذا ليس اماش ده اماش مهلهل اماش مهلهل هذا هو الامر طيب نقول بقى نتائج الاسبوع من يوم الخميس يوم الخميس اتلعبت مبارتين الاسماعيلي يواصل الحقيقة تقلقه من ناحية الاداء وانا قلت ابلي كده بندي كل واحد حقه ايهاب جلال قدر انه هو يعمل فرقة كورة بصراحة يعني وبالتالي استطاع انه هو يفوز ايضا في الديئة 98 على الدخلية واحد سفر من خلال اللاعب الرائع عبد الرحمن مجدي وانا ارى ان عبد الرحمن مجدي يستحق فرصة في المنتخب الوطني اذا كان الكابتر حسام حسن سمعني ويعني يثق في رؤيتنا عبد الرحمن مجدي لعيب مهم جدا 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 ولا يقل اهمية هقول مرة تانية هو عبد الرحمن مجدي والله من وجهة نظر الشخصات التي لقيمة لها على الاطلاق لا يقل اهمية عن احمد سيد زيزو ولا يقل اهمية عن عمر مرموش ولا يقل اهمية عن تريزيجيه وانا عارف انا بقول ايه انا عارف انا بقول ايه عبد الرحمن مجدي لعيب كبير بيحط كرة تحت رجل الشمال يرقص ادخن واحد وبعدين عنده باص تحفة تحفة والكورسات اللي بيعملها داوة بيعمل كورسات داوة وبعين جاب حتة هدف المرة فاتت ساروخ ارض جو وغير الهدف هو هو الاسماعيلي يعني اقول لكم حاجة لجمهور الاسماعيلية عبد الرحمن مجدي لو مش في الملعب اعرف ان فريق الاسماعيلي اجهضة بنسبة 50-60% هذا هو رأيي الشخص طيب ماتش التاني سموحة وزد وزد ايضا يواصل التقلق ويفوز على سموحة في الاسكندرية اتنين واحد يوم الجمعة كان عندنا تلات مباريات سيراميكا كيلو باترا يفوز على طلاع الجيش اتنين واحد الجونة على ملعبه يخسر من فرقه واحد اتنين ومودن فيوتشر يتعادل مع البنك الاهلي واحد واحد النهاردة كان عندنا تلات مباريات المقاولون يواصل نزيف النقاط ويخسر على ملعبه من الاتحاد سكندرية بقيادة طارق العشري سفر واحد بلدية المحلة زي ما قلنا يخسر من النادي الاهلي واحد اتنين والمصري يخسر من بيرامدز بهدف رمضان صبحي في الديئة 87 صفر واحد قبل ما اقول الجدول وبما انقلت ترجمة نانسي قنقر